المفصل الانتخابي موضوع آخر يعني العمل السياسي أشمل من المفصل الانتخابي خصوصا مع هذه المحدودية في الصلاحيات والممارسة التي تخطط في بعض حتى هذه الصلاحيات المنقوصة لذلك الآن إحنا ما نساوم على الشراكة ولا نجازف بهذه الشراكة في محطات الانتخابات يصير في تداعيات ولكن في حسابات أكبر من هذا الموضوع وأنا أقول ودائما أكرر هذا الكلام بتعابير مختلفة أن الأخوان في الجمعيات السياسية يعملون للوطن وليس للمقعد لذلك الإعلام يحاول أن يصورهم إذا ما أعطوهم مقعد ما يوقفون باندون وعادوا باندون طيب أنت أعمل للوطن وعطهم مقعد نحن نعمل للوطن في حسابات انتخابية لا في حسابات انتخابية ليس أنا أقررها نهاية المطاف أنه في راية واشتراها أنا أعتقد أنه أقوى حتى لقوة الطرح للمواجهة كمعارضة كصورة للمعارضة أن تكون القائمة وطنية بالفعل وإلا أنت ما عندك مشكلة في أربعين دائر وقالنا أن السبع طعش في أربعين دائر أنا ما أقول أنه يعني أنا ما أحجم روحي في الثمنطعش أنا أقول أنه صوت لكل ما يعنيك أن تكون قائمة الوفاق قائمة تحوي على أطياف أو التمكين ممنوع بالفعل من خلال المرجعيات الدينية يعني هذه المسائل فيها حدود يعني قصة التمكين لا نمكن العلماني أو الليبرالي أو حتى أحيانا المرأة عليها لو كان هذا الكلام كنا واضحين نحن ما نخاف يعني ما من جامل أحد إذا قالت المرجعية لا للترشيح لا يكون نائب الدكتور عزيز أبل موجود ولا دعم موجود إلى الأستاذ إبراهيم الشريف ولا إلى مونيرة فخره ما بينزل سماح الشيح علي سلمان يقول أنا ومونيرة فخره في خندق واحد هذا المرجعية ما تجامل بعد لأن هذه قصة التمكين موضوع يختلف الآن في العمل السياسي في هذه المساحة الموجودة بس كلهم تراذرين كانوا خارج الدوار السبع مو قلنا حسابات لا يعني في حسابات أنا ما أقدر أن أتجاوزها في ناس تنتخب وهؤلاء الناس لابد أن تقنعهم في كفاءات عندي أنا في تيار الوفاق أيضا أنا لازم أحاسب إلى صورة إجمالية يعني هذا موضوع واسع مو اختزالة في أن إذا ما في ممثلين من الجمعيات موجودة لأن الجمعيات السداسي فيها بعض جمعيات شيعية فهل أنا لو تحالفت بس الجمعيات ومثلت سنة بعد فيه إشكال عندنا جمعية أمل توجه إسلامي ليش ما في ولا أعضو سنة عندكم في الوقت؟ نحن فيها أعضاء سنة من عندكم سنة؟ في مجموعنا يعني الجمعية مؤكدين أن فيها أعضاء سنة بس اسألي هذه معلومة أيديدة وليش ما تطرحونها؟ طرحة كم واحد منهم؟ يعني فيها أعضاء قليل بس السؤال ليش سنة ما يجون الوفاق؟ ايه ليش طيب اسألي الإخوان يعني إحنا منفتحين وروحي إلى أي واحد سني أخ محترم ويؤمن ببرنامج السياسي للوفاق أنا بعد المرجعية والأمور العقادية برنامج السياسي للوفاق وخلى الوفاق ترفع والله أنا لو يعني علي أنا كان فتحت الباب بالفعل لكسر هذا الاحتكار وحيصل الإدماج وفي رحة رفضكم يكون لرأيين عاما موقف آخر ايه حاسبونا هذه دعوة ايه أنا أقول كل المواطنين مدعوين إلى مادام يؤمنون ببرنامج الوفاق وخط وهو المعلن ما في عندنا برنامج غير معلن طيب على نفس المحور أيضا قبل أن نتقل المحور الثاني ويدخلنا إلى العمل البرلماني أيضا موقف الوفاق من قضية الحوثيين بعد خروج ما يفترض أن يكون يعني يعاد خروج هذا الموقف على أن لا يفترض يكون ثابت وطني وعربي وخاصة إذا قارننا موقفكم بموقف شيعة المملكة العربية السعودية ممثل في مثلا حسن الصفار أسا في المثال كان موقف يعني أشاد فيه الجميع شون أنتو شديتا وهني وكان لكم موقف مخالف عن موقف يعني فيه أخذ في عدة نقاط مختصرة بما أن الآن تتحدثين عن الاختصار أول مبدأ إحنا ما نزايد على أمن الخليج وخصوصا الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية هذه نقطة ما أحد يزايد علينا فيها لأن أمن لماذا عين ما مقعت على المياه أمن المنظومة الخليجية متكامل وأي خلل بهذا الأمن يعني خلل بالمنظومة لأنهم فيها تكامل نقطة ثانية في الموضوع يعني هذا البيان اللي طرحوا الإخوان احنا قلنا لهم هذه مشكلة مشكلة داخلية في اليمن وإحنا ما ما عدنا علاقة بهم وأنا أنفي أي صورة من صور العلاقة بهم وحتى موضوع فهمنا إلى يعني البعد الديني للحوثيين أنهم زيديين والزيديين أقرب إلى الشافعية وحتى رئيس الجمهورية اليمنية علي صالح هو من زيديين يعني هذه التركيبة الزيديين وأنهم شيعة ومشيعة هذا موضوع ليس في البال لأننا فهمنا أنهم أقرب إلى الشافعية من كونهم شيعة النقطة الثالثة في الموضوع الآن يقولون فرق بين داخل اليمن المشاكل وبين الاعتداء الحوثيين مقال الأستاذ عبيد العبيد على مرحلتين في الوسط كان يقول أنه في استدراج إلى المملكة العربية السعودية في المشكلة هل الحوثيين استدرجوهم أو شيء غير استدرج السلطة اليمنية المهم أنه فيه هذا الموضوع يعني موضوع معقد إلى الآن لم يحل زين هذا الوضع إحنا حللنا أن هذه مشكلة ومشكلة أبعادها قاعدة لا تدحرج ولا أحد يساهم في هذا التدحرج هذا الموقف كله إحنا صغناه فقلنا إحنا ما ندخل فيه هذا الموضوع والله أنا أجيب ليش أمثلة من يخاف على أمن السعودية ليش ما يطلع بيان ضد القاعدة كل يوم أمن السعودية تعرض إلى القاعدة من هجمات من القاعدة من داخل السعودية ومن خارج السعودية الكويت محاولة تفجير معسكر الأمريكية أو القاعدة الأمريكية الآن ما تأخذهم الغيرة النواب لماذا في كثير المواقب لا لا النواب النواب وغير النواب والجمعيات السياسية يعني في مزايدة السنية أصدرت أكثر من بيان في كل موقف للمملكة العربية السعودية وللكويت خلت تطلع في هذا البيان الشو ما طلعوا فيه بيانات كثيرا طلعت على يعني على القاعدة لا ما فيه شو ما فيه أنا أقول ليش ما فيه خلوا باتشر ينزلون باتشر عندنا جلسة يوم الثلاثة الجاي خلوا يجيبون بيان لإعتداءات القاعدة على المملكة العربية السعودية في كل اعتداء على اعتداء الخبر ولا اعتداء جدة ولا اعتداء في كل ما فيه ما فيه دعوة للبيانات أنا أقول ليش أنا في المجلس يعني في هيئة المكتب القضية هي يراد يعني من تصريحات النائب يعني أنت تبقى تقول أن الكتب البرلمانية تأيد القاعدة لموجودين في المجلس هذا تكليفهم الآن نقول إلى أمن السعودية أي تعرض لأمن السعودية يجب أن يواجه بنفسي أنت ليش ما وقعت على البيانة حين تقول لي لمجرد التعقيدات التي موجودة يعني هالتعقيدات نحن سياستنا نحن سياستنا واضحة نحن ما ندخل يعني شيعة المملكة العربية السعودية بكل وضوح أعلنوا رغم أن التعقيدات التي تقول عنها موجودة موجودة لأنا في نامزل أنا ما قاعد أنا ما أستمد لا توجيهات من الخارج ولا مواقف من الخارج أنا عندي سياسة واضحة وصريحة وأقولها بكل شفافية إذن أنت بالنسبة لما أم السعودية أنت لا أزايد عليها هذا الموضوع كله أراد به أنه استغل هو من صدر نائب السعيدي على هذا الموضوع والناس تشم ريحتها يعني ووزارة الخارجية قالت لي عقل أنت قاعد تخرب علاقات دول أنت ما تستغل هذا الموقف وزارة العد قالت لي جوز هذا يسبب مشاكل ما في ما في ما في ارتداء يعني هذه التصريحات الاستفزازية كانها لعب يعني نجي نسوي استصريحات استفزازية على الداخل نحن موقفنا واضح ولا نريد أن نزجب أنفسنا في مشاكل داخلية أو مشاكل فيها تعديد بالنسبة لأمن المملكة العربية السعودية لا نزايد عليك طيب موقفكم المبدأ من التمييز دائما أنت تطرحون هذا الملف نحن ندخل على لو أنه يعني الوقت داركنا عندي عشر دقايق فقط في العمل البرلماني فأكون بشكل سريع نمر عليه موقفكم المبدأ من التمييز ألا تعتبر قبولك بميزات التقاعد تمييزا عن بقية المواطنين هذا لمنح آخر لا ليش منح آخر خلينا نكامل أنت المواطن يعمل أربعين سنة عشان يحصل ثمانين في المائة أنت في ثمان سنوات تحصل ثمانين في المائة ترجمة نانسي قنقر